التقى نائب مدير مكتب وزارة الصحة العامة والسكان نبي حضر موت الساحل لشؤون التخطيط والتنمية الصحية عبدالله خميسة بمدير ودارة الصحة المدرسية ماجد باحبارة ناقش اللقاء ووجه التعاون المشترك بين مكتبي وزارة الصحة والتربية والتعليم وبخاصة الصحة المدرسية صرد لقاء والبرامج الصحية القادمة التي سيتم تنفيذها كالتغذية وكسر العين والعديد من البرامج الهامة وبدوره أبدأ الأستاذ خميسة استعداد المكتب للتعاون مع إدارة الصحة المدرسية وتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاح البرامج الصحية